طالعاً من ذلك وجدت أيهاً احتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل معنى الشكر لله أنت وأنت وأنا ونحن ألسنا نشكر الله على الهواء الذي نتنشقه والماء الذي نشربه والثوب الذي نلبسه والطعام الذي نأكله ألسنا نشكر الله على هذا فكيف لا نشكره على نعمة وجود محمد وهو الذي قال في الحديث القدسي لمحمد لآدم وهو الذي قال في الحديث القدسي لآدم لو لا محمد ما خلقتك ولا خلقت الجنة ما معنى هذا الحديث؟ أي أن الله خلقت الدنيا ليظهر محمدا صفوتها وهذا لا يعارض الآية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذا لا يعارض حاشة بل هو في المعنى منسجم تماما لأننا بمحمد عرفنا كيف نعبد الله وبمحمد عرفنا كيف يكون الإسلام والإيمان هو الذي دلنا على الإيمان هو الذي دلنا على الإسلام وبه عرفنا الإسلام وبه عرفنا القرآن إذن نحن نشكر الله على هذه النعمة نشكر الله على هذه النعمة هذا معنى الاحتفال بالمولد الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل على هذه النعم وهذه بعض النعم وهناك نعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال لئن شكرتم لأزيدنكم فازدادوا تمسكا بشريعة النبي محمد واقتدوا برسول الله محمد واعملوا بأخلاقه تنجحوا وتربحوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة رزقني الله ذلك وإياكم والحمد لله رب العالمين هللوا وصلوا على النبي اشتركوا في القناة